طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والآن ما بعد أعظم أصل أصول المنهج السلفي هو التوحيد والدعوة إليه لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فدأ أصل الأصول يا جماعة التوحيد والدعوة إليه طيب وهنا تنبيهات التنبيه الأول الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى تفصيل وبيان وما هو المقدار الكافي للتفصيل في الدعوة إلى التوحيد المقدار الكافي هو أن يفهم المدعو أن يفهم المدعو التوحيد وأن يفهم الشرك وأنواعه إلى غير ذلك من التفاصيل دا القدر الكافي إن المدعو دا يفهم أشكد ربنا قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون والآيات مشت لحد ما قالوا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فهموا فهموا إنه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره معناته شنو أجئتنا لنعبد الله وحده الله براه ويخلوا الآله الباطلة التانية وكمان ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ففهموا إنه ده التوحيد ادعى لهم كذا وده معنا لا إله إلا الله القال اليوم وهناك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا طوال فيهمها فهم تمام لكن ما عملوا بها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فالقدر الكافي في الدعوة إلى التوحيد في التفصيل في الدعوة يعني ما هو حد التفصيل لحد ما يفهم المخاطب لابد يفهم انت قاصي شنو وهنا وهذا يقودنا للتنبيه الثاني وهو الاحتيال والنصب في الدعوة إلى التوحيد وده بيتقسم لأجسام لأنواع من أنواع الاحتيال في الدعوة إلى التوحيد إن يجيك داعي من الحزبيين زي واحد قبيل من أنصار السنة جاء في المسجد في السجانة محتال ساكت قال التوحيد له حلاوة وحلاوة جميلة جدا وعظيمة جدا يعني زي صلى التروب يعني خلاص حلاوه شنو ذاته لعنده حلاوة ده ما في ظل فيهم حاجة في ظل فيهم حاجة من الناس القاعدين اللابسين حجبات والصوفية شالين سباحهم والبناد غير الله لما تقول للتوحيد له حلاوة وعليه الطلاوة وعنده طراوة في حاجة هنا انت فيهم تحاجة ما في حاجة ده من النصب والاحتيال بل مناسبة ده نوع من النصب والاحتيال في الدعوة إلى التوحيد شاكيد الشيخ الفوزان قال دعوة التوحيد لا يكفي فيها الإجمال وإنما لابد من البيان والتفصيل بحيسه شنو يا ما يفهم شنو يفهم الزول انت قاسي شنو تدعو للتوحيد لابد يفهم منه معناة البرع ده ما إله عرفتها ولابد يفهم منه ألا الصابو نابي والصايم ديمة والروكيني وديل ما آله ولا في ظل غيرهم ذاته يستحق الألوهية ولا العبودية إلا الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله سواء كان دعيت رسول أو نبي أو ملك أو ولي أو صالح كفر شرك بتخلط في نار جهنم لا بدي الرسالة دي فهمها لو ما فيه ما انت محتال والله انت محتال حتى لو درست الوصول الثلاثة يعني وصلنا زرهاش ام داك يقول لك ان درست الوصول الثلاثة خلاص يكفي وابو عمران داك يكفي دا احتيال مش الاحتيال انك درست الوصول الثلاثة الاحتيال انت ما درست بالطريقة اللي بتفهم المدرس والمدعو والمخاطب غشيتم غشيتم فدي دي مسألة نوع تاني من الاحتيال في الدعوة للتوحيد وده بيحصل من الحزبيين غالبا انه لا يتكلم في التوحيد أو الصوفية إلا إذا رآكم أنتم زي ها السادة دا مثال حي الحمد لله الله جابوا لينا طوالي مناسب مع اللقاء أول ما شاف أخواننا غتار أنا سامو مين هناك الصوفية البراي بيقى يسرخ يا دوب الليلة آه الآن يا دوب أسا مبارح لي ما تكلمت عنه فتاة كله احتيال واحد برضو في الكاملين ما شينا عمره قاله ما تكلم في توحيد ولا شي ركزاته من جامعة الكتابة السنة ولا شنوان صار سنة الميم مع الحزبيين ديل أول ما شافنا دخلنا الجامع واخواننا فاكين إنه الزلد ما بتكلم في التوحيد أصلا قال الليلة كذن نجرب قال الشيرك خطير خطير قال فانتاز بتاع غاز لابد توريهم الشيرك ده وش نوزاته الخطير ده ومنهم المشركين ذاتهم ومنهم دعاة الشيرك أصلا منوزاتهم يعني ودعاة الشيرك منو ديل ما تكتفي بتقول المعتزلة زي دا قبل من قبل درسه بالمعتزلة المعتزلة وما المعتزلة ودكتور خارد الإسبوع الفاتحة عام الله محاضرة قال أظن في الجهم ابن صفوان ولا منهم أعرف طيب برعي السودان دا بتعمل فيه بتين دا لام عقيدة الجهم وعقيدة المعتزلة وعقيدة النصارى وعقيدة اليهود وعقيدة بل عقيدة أسوأ من عقيدة أبي جهل وابي لهب وكل المشركين الأوائل دا يا دكتور في العقيدة عندك دكتوراه قالوا في العقيدة وينو؟ محاضرتك في دا؟ فده كل من الاحتيال أنواع من الاحتيال إنه ما يتكلم في التوحيد إلا إذا شافك أنت السلفي النجيد يمسك المايك طوالي وده بتكشفه سريع جدا تلك ما بيعرف يتكلم طريقة الدعوة للتوحيد ذاته ما بيعرفها لأنه أول مرة يتكلم فيه زي بتعشره الختير دا خلاص؟ نفسي الموضوع كده ده برضو نوع من أنواع شنا جماعة؟ الاحتيال في الدعوة للتوحيد والرسل ما كانوا كده انت قال الرسل عدوهم ليه أقوامهم؟ لأنه فهموا ما يدعون إليه لو ما فيهمهم ما بعدهم أول ما قال قولوا لا إله إلا الله تفلعوا قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب أنكروا عليه طوال إليه لأنه استلموا الرسالة فيهمها تمام فالليلة المجتمعة الليلة لابد تفهمهم هنا الزمان لما كانوا يقول لهم قولوا لا إله إلا الله بفهموها لكن الناس الليلة ما بفهموها يبقى لابد تفسرهم لا إله إلا الله بحيث أنهم يفهمهم بالتفسير الصحيح الذي ورد عن السلف الصالح لابد بالأدلة من الكتاب والسنة لابد يا مع الكلام ده لو ما عملت كده أنا أكرر تاني أنت محتال حتى لو ما مع الحزبين أنت برضو محتال أو جاهل بالدعوة إلى التوحيد فده أصل الأصول يا جماعة في هذه الدعوة المباركة الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى التنبيهة الثانية أو الثالث لا ينتقل من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك إلى أمر آخر من الدين ذاته إلا إذا كان هذا الأمر الأول عمل به الناس اللي أنت بتدعوه يعني ما ممكن الناس ما استجابوا للتوحيد أنا أقول غير المحتال ده وغيره أقول والله إخ داير أعلمهم الصلاة عشان يحبوني فلو حبوني لو حبوني يقول لك أكلمهم بعد ذاك في العقيدة تلقى 23 سنة قاعد لا أحبوا ولا أتكلف في العقيدة لا ما تريحنا قاعد مرزوع قاعد يقول لك لما يحبوني في لبيض ما شئنا مسجد تقع مركز عام صار السنة اتكلمت على التوحيد والله لسه ما جيبت يسم ويا دوب ماشي 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 ولا حصلت البراحي الجامعة دا كله قام جاني زول دقنه ليه قريب صرته قال لينا 40 سنة شغال دعوة هنا انت الليلة خربت ليه ما شغال أصلا هو خرب ليه أنا 40 سنة ما شغال أصلا دا زول بليد زول أحمق من المركز العام دي المناصرة سنة ليه لأنه دي الماسم بتوحيد قبل كده شكده أول ما قلنا لهم دعاء غير الله شرك المسجد كله قام الحجبات والتمام الشرك المسجد كله قام الحير وضاير الضاربوني وكده 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 لأنه دا ما جاءتكلم بالتوحيد دا من النوع اللي بقول لك يا أخي أنا بتكلم في كده وفي العشماوية وفي كده أشان يحبوني يا أخي عندنا داعية من أفشل الدعاة المشقر في المدينة اسمه خليل حمد خليل الميم قال دكتور ما بعرف فدا كل ما يجي السودان جايب له واحد هنا في البلد دي بدرسوا كتاب الصيام من متن بن عاشر السنة الجاية كتاب الصيام من متن بن عاشر السنة البعدية كتاب الصيام من متن بن عاشر ما شو لين يا هلا كتاب الصيام من متن بن عاشر واحد برضو أهبل شغال برضو من الحزبين ديل في العشماوية كم سنة دا كله لعب الإسلام يا جماعة والله دي الماسة لفين والله الذي خلق هذه السماء وبسط هذه الأرض دي الماسة لفين لأنه إذا كان يقول ما بيتفق معانا في أصل الأصول التوحيد ده لا يمكن يكون سلفي إطلاقا لا بتفهم المعلومات حتى لو قالوا السلف وما السلف هما سلفي لأنه ده أصل الأصول يا جماعة أي رسول جاء في الموضوع التوحيد ده وشاكلوا وضربوا ودقوا في موضوع شنا يا جماعة التوحيد فلا ينتقل من الدعوة للتوحيد إلى الأمر الذي بعده من الدين إلا إذا الناس يا جماعة وحدوا الدليل شنو حديث ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال لو إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه إلى شنو يا جماعة إلى أن يوحدوا الله إلى أن يوحدوا الله طيب لو في شبهة واحد قال يا أخي الآن إحنا ما أهل كتاب أهل الكتاب في كتابهم ده الله نزل لهم التوحيد بل في المحرف الموجود الليلة ما زال آيات كثيرة جدا في التوحيد موجودة فهم عارفين التوحيد لكن بعد ذلك ضلوا زيما الأمة الليلة ربنا سبحانه وتعالى أنزل لها التوحيد بعد ذلك ضلوا كذلك يدعو أول شيء إلى شنو يا جماعة إلى التوحيد جماعة بذلك لجبليك شبهة هنا فليكن أول ما تدعوهم إليه لا يوحد الله وفي رواية إلى لا إله إلا الله قال شارح كتاب التوحيد قال وهذا معناه في فائدة وهي أن لا إله إلا الله هي التوحيد وأن التوحيد هو لا إله إلا الله لكن يا بياتو فهم تفهموا للناس بل سعوة يلفهمهم بل لقلب يفهمهم لأبوا التوري للناس قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسة صلوات يبقى لو ما أجابوك للتوحيد هل تكلمهم عن الصلاة لا ما بجوز يا جماعة لازم يجيبوك للتوحيد وما في حاجة يحبوني إن شاء الله ما يحبوك اليوم الغيامة انت هلا رسلك أشان يحبوك ولا هلا رسلك أشان تعلمهم يعبدوا الله ويحبوا الله والله يحبوهم يحبوك شنو انت ما يحبوك ودي الدعوة بتاعة الحزبين الليلة كلها إحنا درسونا شو يقدر كلهم درسونا كلهم الكبار دكتور فلان وصعيط ومعيط كلهم درسونا إحنا يهو دي دعوتهم ما ببدو ليك بالتوحيد ولا بنتو ولا بنتو ليك بالتوحيد سادو النبي عليه الصلاة والسلام بدى بهذا واستمر على هذا ومات على هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت شنو بخمس وهو يقول إني أبرو من الله إلى الله أن يكون لي منكم خليل إلى أن قال فإن الله قد اتخذني خليل كما اتخذ إبراهيم خليل ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد وألا دي لاستفتاح الكلام وتفيد التنبيه ومع إنه نجات في وسط الكلام ما في الافتتاح في الأول ليه لأنه أمر التوحيد مهم أشان كده النبي عليه الصلاة والسلام جاب مرتين أو ثلاثة في وسط الكلام قالوا لأنه الأمر ذا هم أمر ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ده قبل خمسة يوم من وفاته أثناء وفاته حديث عائشة قالت كان يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك ليه قالت لك يطرح الخميصة وإذا اغتم بها شالة يعني كان يوعق وعك شديد جداً في اللحظة دي وفي اللحظة الشديدة دي جداً قال فإن من كان قبلكم كانوا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أمبياء مصالحيهم مساجد ونهى الأمة عن أن يتخذوها مساجد ده في آخر لحظات حياته يبقى ما في حاجة يسموه ما أبدأ وأمشي قدام ده كله كلام باطل ألفوا الحزبين دي وده دين باطل ومن أعظم المآخذ ده التنبيه الثالث أو الرابع على هؤلاء الدعاة الفشلة كان أخوان مسلمين ولا كان حلبي ولا كان نصار سنة ولا صافية ولا مختار بدري ولا غيره أعظم ما أخذ إنه نازل ما بدعه للتوحيد كما دعت إليه الرسل ده أعظم ما أخذ بالمناسبة يقول لك لا أنا أنت محاضرة قبل اتنين وعشرين سنة تكلمت في العقيدة يا هو ما قعد تدعو له التوحيد لأنه المفروض طوال شنا يا جماعة طوال تكون شغال التوحيد فكون تتكلم مرة أو مرتين أو ثلاثة ده دليل على فشلك وإنت ما على منهج السلف لو اللي بيستشفت كتبت هنا سلفي جاءت بجاي تاني برضو ما سلفي برضو ما سلفي لا بد تفهم الكلام ده جماعة طالما إنه التوحيد هو أصل الأصول البخالف نفيه ما سلفي حتى لو اتفق معانا في غيره حتى لو جاء لك أنا ما بخرج على الحاكم زينة الصافية ذيل أنا ما بدعوه للمظاهرات ده منهج السلف ولا منهج سلف ده من منهج السلف لكن خالفنا في أصل الأصول الأول اللي يسمع جماعة فليكن أول ما تدعوه إليه إلى يوحد الله طيب ونادر جدا نلقاه معمله محاضرة في البرعي ولا في الشرك ولا في الصوفية ولا في غيره ولا في غيره فده من أدل الأدلة على إنه نازل شنو العملية في الواقع إنه نازل فشله فشله في منهج السلف التنبيه الثاني أو من أصولنا أيضا حسن الخلق من أصولنا برضو المانا نساها حسن الخلق وبالذات في التعامل فيما بيننا جماع النبي عليه الصلاة والسلام قال له أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لساني ويديه والمسلمون ده لأصحاب المنهج الصحيح لأن المبتدع السلف كان بيقولوا لا غيبة لمبتدع لكن إخوانك أصحاب المنهج الصحيح لابد يسلم من من يدك ومن شنو ومن لسانك وهنا نرى بعض الإخوة هداهم الله بالذات في وصائل التواصل تلقى بعض الناس يشتوا بعض ده حرام يا جماع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر أو في بعض النقاشات في المسائل الدينية أو مسائل أخرى جانبية تلقىهم يتلفز بعض الناس ما أقول كلهم مع بعض بألفاظ شديدة أو شتائم دي ما بالجوز فسوق عديل ودي من أصول منهجنا إن تكون انت حسن الخلق ربنا قال وإنك لعلى خلق عظيم وإن من خياركم وإنكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وحسن الخلق بالمناسبة من أعظم أسباب الغنى وكثرة المال وزيادة العمر فيما صح الألباني في صحيح الجامع قال النبي عليه الصلاة والسلام إن صلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار يزدن في الأعمار ويعمرن الديار يعمرن الديار ده الرزق ويزدن في الأعمار ده معرف منه يا يما حسن الخلق وحسن الخلق ممكن أن الإنسان يكتسبه بفضل الله سبحانه وتعالى تحلم إذا غضبت تسكت تستعيز بالله من الشيطان الرجيم تعود نفسك ما تقول إلا الكلام الطيب لأخوانك أهل البدع ديك موضوع مبرو لكن في تعاملك مع أخوانك لابد تكون حسن الخلق يا يما دي من أصول منهجنا وكذلك أخيرا الدعوة يا جماعة الإنسان ما يبقى مجرد مستمع متلقي النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فتمشي في الناس بهذا النور وتبلغوا الشيخ العسيمين قال تبلغ ما تعلم تبلغ ما أنت عالم فيه الآية الوحدة دي أو الحديث الواحد أو المعلومة الوحدة ولا تتكلم فيما لا تعلم بل تقول الله أعلم ما تخاف من أي زور الله أعلم ما أدري لا أعلم تقول للناس كده ده لازم لازم الكلام ده يا جماعة خلاص أخيرا من الأصول أيضا عدم مجالسة أهل البدع خلاص أنا ما أعرف الشيخ زكرة ولا ما زكرة لكن عدم مجالسة أهل البدع وعدم مجالسة الحزبيين والمجالسة ما إلا تقعد جنبه كده بها صلبك كده ممكن تكون متواصل معاو بها واتساب كن بيناتكم في علاقة ممكن تكون متواصل معاو بها فيسبوك بتلفون بها رسائل المهم في علاقة بيناتكم تضحك معاو ويضحك معاك وتشاغلوا يشاغلك زول حزبي زول طال غيره ده حرام ربنا قال فلا تقعدوا معهم ودي عامة ما تقعد معاو وتهجرهم لأنه بيمرضوك والله مهما كنت وقعد بيحكي ليهم ما تقال لي عنده بيتقو شازة في الزكاة وحابزة 20 جزء من القرآن وبدأ التناغش في النت بدأ التناغش الملاحة ده والقساوسة وما قدروا على زكاة في البداية بعد شوية ركبوا له شبهات ذاته شبهات كفر عديل قال بي قد تقول ليه ليه ربنا اختار الغرآن آخر معجزة ما في معجزات أكبر منه كان يجيب بعد الغرآن شبه الكلام ده كيف وكانت منغبة هذا فكت النغاب ذاته ليه لمجالسة أهل البدع شفت مجالسة أهل البدع دي حتى الرد عليهم ذاته إذا انت ما عندك علم كافي اتعلم ما ما تمشي تروت ساكت في حاجات انت ما عندك في علم ده زي زول شاء الله فتيلة غنبلة والعدو قدامه يابقى متعلم وماهر كيف اجدع فيهم يقتل العدو يابقى جاهل بها انفجرت فيه شنو كتلته ده الموضوع حتى الزول بنغيشهم ذاته مثلوا كهذا المثل فشكد الزول يابقى يكون متعلم حتى بعدك يناقش ويرد عليهم ولا تتكلم فيما لا تعلم لكن الأصل أصلا عدم مجالستهم وعدم السلام عليهم وعدم ممازحتهم والأكل معهم والدخول والخروج والجلوس معهم ده كله حرام وكل الناس اللي اتضلوا ديل من الشيوخ ديل اتضلوا عن طريق الباب ده ذاته هسا البكوري قال بيسرخ ده مما شافكم بيسرخ بعد العيشة ده سموين مجدي سوفيان خلاص ده تلميزه هنا عمار بحك ليس قال ليكم ان احنا كونا تلاميذه خمسة سنة خمسة سنة قال لي كان بيقول لنا محمد الأمين اسماعيل السروري وكان ونصار السنة وبتعب يأزونا قال ده بيقيف معنا الوحيد قال الليلة بيقى يقول سلفي محمد الأمين ما عارف ده خشة وده مرقو ولا الاتنين مرقو ولا العصر شنو ده ده الحاصل ليه لانه ده بيجالسهم وغيرهم كتير يجالسوا الحزبيين ويلقوا منهم دعومات ومرتبات عرفتها فينكر ما كان يعرف ويحلل ما كان يحرم ده ده الحاصل يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ده مسالهم كده بصورة عامة بعرض من الدنيا قليل زي ما ذكر في الأثر هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم سؤالين طيب فضل درجة بعد ما كان يتأملوا بالشعرية والرز بقى يتأملوا بالحاديث قال قال الحديثة خاص بها لليمن طيب الغرام كله خاص بها لمكة والمدينة كله جت يعني بالسودان ما خاص بينا ده دين جماعة التبليغ ما ديني أنا معناته كده كله لحديث كله خاص بيناس مكة والمدينة انتوا السودانين ما عندكم لا صورة لا آية ولا حديث ده يفهموا كده وإن يقول كما قال أهل الأصول العبرة بعمل اللبز لا بخصوص السبب الموضوع ينتهي قال بالنسبة للموسيقى بتاعت نشيد العالم الحصل في مؤتمر أنصار سنة قال لمناغشة الدعوة في أفريقيا هو هنا ضيعوها المهم قال أنا كذول قاعد جوا أقدر غيره كيف ودي حاجة خاصة بالرئيس ما انت مش انت يعني كسؤال كون قاعد جواه ده الغلط أصلا انت مشاهد ده غلط ذاته مما ديت الكمساري اثنين جنيه وماشوين غاعت الصدق المؤتمر حرام والمال ده حرام ذاته فيما أنفقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه فيما أنفقه وأنفقه في حرام لأنه ماشي مؤتمر أهل البدعة ده أول نقطة تعريفة من البيت اثنين جنيه دي اشتري بيع عشتين قردهم واشرب شي سادة صحة تمام والله العظيم جد لكن تركب تمشي لأهل البدعة هما ما الأكبر الموسيقى تضربت يا ناس الأكبر للبدعة الموجودين عصام أحمد البشير عدو السلفية الأول في هذه البلاد يكره منهج السلف أكتر من اليهود والنصارى ده إذا كان أصلا هو بكره اليهود وبكره النصارى ذاته خلاص نمر اثنين عندك مين دي مشغية وعندك وحيد عبدالسلام بالي ده بيشكر الصوفية عديل وبشتم السلفين شيخ ربيع وكده بشتمهم تلقى موجود بالفيديو ومين أبو حراز ذاك سروري بتاع مجد الغفران بتاع أمدرمان المهندسين وكثيرين جداً أهل بيضعة قاعدين ده بيبدعهم خلي المزيغة دي بعد داك نمشي إلى الموسيقى حرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فنحن ما بنقول لو مشيت تصرف كيف ما تمشي أصلاً ما بجوز ليه ومشيق ده أعظم حرمة من الموسيقى اللي اتضربت مشيق ده ذاته ده أول معلومة تعريفة لكن لو فيه موسيقى في حتة تانية لأنه مشيق هناك حرام أنا وجواب لك هناك في حتة تانية في موسيقى في حتة تانية أنت ما عارفها فجأة كده واحد طلع السكسفون من تحت كرعين وضرب أنت تقوم تمشي تقول له حرام وتفوت حلس لكن مشيق هناك أشد حرمة من الموسيقى قال هناك حلقة جديدة في سوك ستة وهي للتكفيرين جماعة سعد نصر فهل يجوز الحضور إليها ده تبعدائش ما بيستحضر له أصلاً أبداً ومن أضل خلق الله الذين خافع النبي عليه الصلاة والسلام منهم على أمته هم الخوارج يومنا سعد نصر ديل وديل أكعب من الزوالخويصرة الزمان ديلة ديل أكعب منهم الهسة ديل أكعب من ديك فما بيستحضر لهم أبداً بل تحذر منهم الناس وتنفر منهم الناس وهذا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان